اشتركوا في القناة الفضائية وتحدثنا عن ميزة قناة الرافدين التي ظهرت طبعا ربما شهادتي مجروحة في قناة الرافدين لكني يتحدث بواقعية وبصدق وليس فيه انحياز لهذا الطرف أو ذاك ومن حقي أن أحازل الرافدين لأني يعني أجدها ويجدها المشاهد كمشاهد إذا ما أخرجت نفسي خارج هذا الإطار وكنت مشاهدا سأحكم عليها بما تستحقه من تقدير واحترام ولذلك الحديث عن الرافدين حديث طويل للحقيقة لكن علينا أن نختصره يعني ربما ننهيه في هذه الحلقة بهذا الشكل وهو حديث لا ينتهي طبعا الاختلاف والتميز الذي أظهرته قناة الرافدين طوال 15 سنة من عملها منذ عام 2006 لغاية الآن جعلها هذا طوال مسيرتها وهي مسيرة تصاعدية في خطها الوطني في خطها الإنساني في خطها الأخلاقي في خطها الملتزم بالعراق والعراقيين هذا جعلها عرضا للاستهداف جعلها في فوهة البندقية المعادية كل البنادق المعادية وجهت إليها وهذا استهداف أقل ما يقال عليه أنه يعني بعيد عن كل مستوىات الأخلاقية والإنسانية والمهنية طبعا حرب من أحزاب السلطة ومن قلواها الميليشياوية ومن قلواها الرسمية وسائل إعلامها ضد الرافدين وهذا يزيد الرافدين الشرف لأنه يؤكد تمييزها يؤكد أنها يعني متميزة ومتفردة في الدفاع عن العراق والعراقيين وقناة الرافدين وفقا لي يعني مصادر موثوقة لدينا جميعا مشاهدة من غالبية العراقيين حتى المعادل للرافدين وليخطها يشاهدها لأنه يعرف أنها تقول الحقيقة يعني حتى عندما يشاهد القنوات الرسمية وقنوات الأحزاب يضغط على الريموت وينتقل إلى الرافدين ليشاهد الحقيقة الخبر نفسه ويتأكد أن هذا الخبر حقيقي أم لا الرافدين هي مصدر الثبات والثقة عند المواطن العراقي مهما كان توجهها مهما كان طائفة مهما كان فكرة مهما كان دينة هذه الحقيقة لذلك مشاهدة في البصرة الديوانية في العمارة في ميسان في كل مكان في بغداد في الرمادي في صلاح الدين في ديالة في الكحلة في الكود في كل مكان في الموصل في الشمال مشاهدة بشكل كبير جدا جدا في ثورة 25 أشباط 2011 كانت الرافدين تقود الجماهير كانت قوى الأمن والميليشيات تبحث بين الجماهير المنتفضة المتظاهرة الثوار عن كاميرا الرافدين وتسأل الجميع أين المصور للرافدين كيف تنقل الرافدين هذه الحقيقة حاولوا بكل الوسائل أن يمنعوا الرافدين من أن تنقل حقيقة ما يجري في العراق وهي نقلة طوال هذه السنوات حقيقة ما يجري من العراق من قتل وتدمير وفساد وخراب وطائفية وحرق وتهجير وديمغرافية تغيير ديمغرافي كل هذا نقلة الرافدين لذلك كانت متميزة كانت مختلفة عن الآخرين استهدفت بهذه الطريقة تستهدف كل مرة وحاولون إسقاطها ولا يستطيعون لا يستطيعون ذلك لأن النموذج الخير نموذج التمييز يبقى متميزا ويبقى نقيا ويبقى يعني متألقا رغم قلة إمكانياتها رغم ضعف مواردها رغم كل هذه القنوات وكل هذه الأحزاب وكل هذه القوى تمتلك كل القوى وكل السلطة وكل الأموال والرافدين لا تملك إلا القليل القليل لكنها تملك من حب العراقيين ومن ثقتها برسالتها وبوطنها وبعراقيتها وبإنسانيتها وبأخلاقها وبدينها الكبير جدا جدا الذي لا يملكه كل أعدائها هذا الرافدين نموذج للخير بندقية العراقيين هي صارت مع مرور الأيام بندقية العراقيين بندقية العراقيين في مواجهة الفساد والخراب والدمار والأذى لذلك حتى الناس تستنجد بها رغم معرفتهم بأن الرافدين محاربة وفي حرب شعواء من هنا كان يعني هذا المشهد مشهد الرافدين مشهد محترم صورة الرافدين صورة محترمة وهم لا يريدون الصور المحتمرة في العراق هذه القوى التي تحكم العراق من أحزاب وقوى ميليشيائية وقوى عاملية سياسية هذه لا تريد قوى فاسدة ومخربة لا تريد للمشهد المحترم لا تريد للصورة الحقيقية للصورة الجميلة الزاهية أن تبقى ذلك حاربوها تعرضت لأنها إعلام صادق تعرضت إلى كثير من المواجهات كثير من التحديات لكنها كانت تحول هذه التحديات إلى نقاط إيجابية لصالحها دائما ما كانت تقفز وتصل إلى المواطن العراقي بصورة أو بأخرى لتبث الحقيقة لتخف معه لتقول يدي بيدك الرافدين ليست شيعية ليست سنية ليست كردية ليست طعا الرافدين عراقية عراقية الهواء والفكر والتوجه والرؤية لذلك بقيت نقية لا تشوبها شائبة هذا الكلام ليس عاطفي وليس إنشائي هذا واقع الحال ومن لديه عكس ذلك فليقول لذلك يحاولون يشوهون الصور هنا وهناك يستهدفون هذا واستهدفون ذلك لكلام السيء وكلام غير واقعي وغير حقيقي مع الأسف الشديد تبقى الرافدين في قناة العراقيين تبقى تبث الحقيقة تبقى تدافع عن العراقيين مهما فعلوا ومهما قالوا اليوم تستهدف الرافدين في منصاتها الكترونية بهذا الكم من العبثيين من القوى الظلامية التي تعبث هنا وهناك وتستطيع تتسلل إلى هذا الموقع فتخربه وتبث رسائل من خلاله تريد أن تشوه الصورة لكن أبدا لن يستطيعوا ذلك هذه نقطة تميز للرافدين ونقطة تدفعها بالاتجاه الصحيح أكثر وتؤكد ثبات منهجه حفظ الله العراق وحفظكم وحفظ كل الأصوات الطيبة وكل المشاهد وكل الصور النقية الزائية التي تدعو إلى خير العراق والعراقيين أهل العراق يستحقون كل خير ويستحقون كل تضحيات أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة